معسكر منتخب مصر في اسكندرية معسكر جميل محترم مدرب كبير جدا روي فيتوريا الحالة تحس انه فيها تفاؤل كبير جدا من كل اللاعبين ومن الجهاز الفني وانا يعني ايه هقول حاجة عن ايه عشان بس الناس ما تبسكاش علي عن توقع عن امنيات عن احلام ان انا متفائل هتقول لي انت كل مرة مع منتخب مصر تقوله متفائل لا بس الماضي فيه حاجة حلوة فيه مدرب عنده شخصية قوية جدا شخصية محترمة ومهزبة جدا اللاعيبة بتحبه جدا اللاعيبة نفسها عايزة تساعده محمد صلاح جيل معسكر ده كمان وشارك مع المنتخب عشان يدعم فيتوريا ويدعم التشكيلة كابتن المنتخب ما قالش مثلا انه انا ظروف وهي المباراوة دي استعاديه لا ده هو قرر محمد صلاح انه يبقى موجود طبعا هو حقيق منتخب مصر عليه بس محمد صلاح يعني كان موجود في المعسكر عشان يدعم فيتوريا ويدعم تشكيلة المنتخب لمرحلة جديدة وبالمناسبة صلاح كان عنده اجتماعات تقديبا شبه يومية مع اللاعبين صلاح هيسافر بالمناسبة يوم التلات يوم المباراة الى انجلترا هيقول لانجلترا عشان خلاص كان فيتوريا استبعيده او اراحه من مباراة لايباري فهيسافر في نفس اليوم صباحا صلاح يجتمع مع اللاعبين بيحفز اللاعبين بيقول اللاعبين احنا الفترة اللي جاء لازم نحقق حاجة لازم نعمل حاجة كل ده مهم جدا وده دور صلاح مش بس دور فني في الملعب دور كبير وعالمي بس دوره انه كمان يبقى قائد حقيقي للمنتخب هو ده اللي بيعمله تفصيلا وحقيا ولكن كان في حاجة بسيطة مش بسيطة اوش بس دايق وهقولها لك بالمعنى الحقيقي كان في حالة من الديق والتزمر مش لاش تزمر ديق وزعل بين اللاعبين اتجاه مجلس ادارة اتحاد الكرة في المعسكة الاخير ليه؟ عشان حتى هذه اللحظة اتحاد الكرة المصري لم يصرف مستحقات اللاعبين ومكافئات الفوز في بطوية الوهم الأفريقية الأخيرة مبارات الوهم الأفريقية الأخيرة اتحاد الكرة كان كل مباراة تكساها ومفروم بتاخد فيها مكافئات ما اتحاد الكرة مصرفش كل المكافئات دي فاللعيبة من他說 عشان خادت أكتر من وعد بصرف هذه المستحقات المستحقات اللي لسه حتى ما کداش الجهاز الفني لا الجهاز المعاون ولا حتى راجل اللي بيسألنا على فلوس الحالات اللي هو قلوس كيروش فالأمور دي لازم تتحل لازم تتحل احنا عرفنا في رقم عشر محمد صلاح تدخل وطلب من مجلس اتحاده الكرة صرف المكافئات للعبين يعني بصفته يعني كابتن الفريق ورغم كده مجلس حتى هذه اللحظة بيتجاهل كل المطالبات دي انا بس بقول حاجة خد بالك من النقطة انا بقول الكلام ده حد يقول لي يعني هو اللعبة دي محتاجة فلوس انا هو صلاح محتاجة فلوس اه اكيد صلاح مش محتاجة فلوس ولا مكافئات دي هتفرق معاه في حاجة بس ده حقه وحق اللعبين ولو صلاح طلب فاكيد طالب للعبين قبل نفسه اكيد يعني وحتى لو اللعب دوت معاه ملايين الملايين فتشغله تعبه حقه سيقول لك هو شرف ليه تمثيل منتخب مصر مؤكد مليار في المية شرف لأي حد يمثل منتخب كلنا منشتغله كلنا منتعب عشان مقابل مادة كلنا اه حبا في شغلنا وحبا في بلدنا اكيد اولا واخيرا بس اكيد في مقابل اي حد بيتعب او بيعمل مجود عايز المقابل انا بقول بديهيات مفهومة يعني فللأسف البديهيات دي في ناس احيانا بتبقىش فهمها يقول لك يا عام لا لا ما الراجل ده بياخد له مثلا بتعاشر مليون جنيفنا دي ولا حاجة فمش يفرق مع المكافأة البسيطة بتاعتنا دي لا يفرق مش شغلي وتعبي واكتهادي فانا حق ياخده ببساطة شديدة فلأسف في ناس ويبتاخد الكرار يقول لك ايه طب خليهم هما دول على جنب دلوقتي هم معهم فلوس كتير مفيش الكلام ده جماعة زي ما بنطالب اللعيبة دايما هتبقى مخلصة وبتلعب بجد واجتهاد وتأدي وتعمل عليها لازم ياخدوا مستحاقاتهم والحمد لله الحمد لله ربنا كارمنا بلعيبة وطنيين ورجالة وروحهم حلوة يعني في كل احوال لو ما اخدوش مستحاقاتهم مستحاقاتهم ما بيجوش أصلا المنتخب بس احنا كيكا لعبتنا عشان رجالة وعشان بطبيعتنا يعني كلنا بنحب بلدنا وبنحب وطننا فاتليهم بيأكلوا النجيلة فما تعاقبهمش على حبهم لبلدهم انت تديهم حقهم ببساطة شديدة ببساطة شديدة عشان كيكا هما مش هيأثروا ولا هيأثروا الفترة اللي جاية دي بس نقطة